ايه اللي حصل في الفيل ازراء يا احمد ده انا كنت سامع كده حاجة مش هقول لك بجاء سامع انا عارف يعني حاجة ان انت عملت منتج الفيم ده كله في بيت مروان طريقا. صح. اوكي. يعني في الازراء يتعمل كله في بيت مروان حامد. ايه اللي حصل? والحصل ان احنا كنا انا كنت كنت مشتعل في عندنا شركة اسمائية في الفئة. وسمعت ان كان فيه حاجات بتشتغل لوحدها يا احمد وما ما تخافش تقول الكلام ده علاوة. فكت نقلتي من شركة لشركة فكان اللي بسبب اللي نقل انك هتاخد وقت من مكان لمكانه وكلام ده كله فقررنا نشتغل الفيلم ده في البيت عند مروان. وكان بيت مروان ساعتها قدام الشركة اللي كنت مشتعل فيها قدامها فرامارة قدامها. فبقى حكم اللي بقى خلاص المنتاج فبالساعات فعادي جدا كنت بقعد عند مروان في البيت باليومين. وبالتلاتة. المهم يعني انت فتحت الموضوع ده تحديدا يعني هخش لك في الموضوع ده على طول. اه كان عادي جدا انا ممكن اقعد شغالين في عشرين ساعة وتلاتين ساعة في الفيلم فسعد لي يخش ينام. خش ممكن ينام او ينزي يروح مشواره ويسيبني وانا اقعد شغال. عادي جدا اقعد الواحدي في البيت كله اقعد الواحدي. مش تغل على تبريسة الصفرة كده وراي بيت كله دي كله في ضهري. مهم. ففي الاول بدأت اسمع الصوت التلاجة بتشتغل في 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 صوت التلاجة بيعلى جدا في حيطة معانا. طبعا ليتر عشان بس ما انك شفت ان كله في المياجي كان بيحصل في المياجي بس و هو لك كل حاجة لا يعني كل حاجة لا سبب. طب. صوت التلاجة بيعلى في مشهد معين اللي هو بتاع خلدة الصاوي كل ما جاعد اشتغل في المشهد بتاع خلدة الصاوي والفلاشات اللي ما كان بيحصل الفلاشات وهو بيهو القوضة دوت. التلاجة بتيجي طوال جنبك. التلاجة صوتها. فبدأت اقول له فبدأ ياخدني اقعد عقلي. يعني نفس المشهد. انا ده حصل و انا قاعد انا و كريم عبدالعزيز في يوم واحنا نتفرج بتلليزيون فجر اشتغلوا. طبعا فكان و انا في الاول. و كريم قامت نطر. اه اه اتربته. اه اه اتربته الموضوع انا مانو مصد نصدقنيش مانوان جنا بعد كده عادينش غير انا هو حصل بالزبط. جنا نفتح المشهد دوت. هم. بتلزوم اشتغل. اه. شكرا. طبعا احنا لازم في الاخر يبقى فيه لوجيك في اي حاجة انا بالنسبة لنا شخص ما اعتبد على اللوجيك فبحاول اقول لنفسي ان فيه لوجيك اكتبه. مما وصلنا للوجيك ده بعد شوية يعني ان الماشا ده كان فيه اصوات كتير دبابة والصوت اللي كنا حطينه بتاع اللامبة اللي بتاعها فالصوت ده صوت مزعج جدا في السماعات فالتلفزيون كان بيشتغل بالبويس كوماند فظهر ان الصوت. في حاجة بتقوله اشتغل. حاجة بتقوله فيه صوت معين هو شغل بويس كوماند. او كريم انا فاكر الرد فعلي كريم كان بيتفرج على نفسه وخاف يعني اه. وكان فيه اعتقد اه برضو كان فيه حيطة كان فيها لون اخضر كده ظهر برضو. اه بدأنا احنا بدأنا نشوف حاجات كتير من النوع ده او المخ يصدق حاجة كتير من اللي اه ده بتحصل. والتعامل مع الجرافيكس كان صعب يا حمد? اعتقد ده كان اول فيلمي بقى فيه كم ده من الجرافيكس. وحاجات جاية من شركة من برة بتعمل لنا جرافيك وبتاع فطبعا اعتقد برضو الحاجات دي محتاجة منتير برضو. مش اي منتير يا انا قصود محتاجة برضو خبرة معينة صح الكلام? اه بالزبط. حاجة من الحاجات اللي انا نسيت اقول لك ان منتير شغله بيبدأ مع بداية البروجيكت من اول التصوير اول يوم التصوير بيجي من المقابل اللي بتقرأ سكريبت من التحضير وكل الكلام دوت. الى تسليم نزول الفيلم في السينمات. بل بالعكس بعدما فيلم بينزل بيعملوا فانت شغلك بيبدأ من اول يوم لاخر يوم. فالحتة اللي انت كنت تسكرها بعد الوقت ديت ان المنتير شغله غير الشغل التقني فيه شغل ماناجمت سكيل ماناجمت مش كمدير ماناجمت انك بيتماناج الجرافيكس الصوت بيتماناج بس مورد انك تبقى بتتابع الحاجات كلها. وازاي بتسلم الحاجات دي الجرافيكس بتستلمها ازاي من الجرافيكس? وانت عشان بتشتغل بمحكم انك فريم فريم بتشوف المشاكل اللي تقول الله فيه مشكلة في الحتة الفولانية فتحتين نعيد الشغل. فحجم الفيدي الازرق كان حجم فيلمي كبير جدا على مستوى الجرافيكس. فده وده تطلب مجهود كبير جدا. هو مجهود وقت وكل حاجة بصراحة. والشغل اللي مع مع مخرجين من النوع بتاع مروان حمد محتاج تركيز كبير جدا. فالفيلم. متعب مروان في الشغل بتاعه? كلمة المتعب بيه اصلا او يعني تختلف جدا. انا بحب المخرج المتعب على فكرة جدا. جدا. لان بص على راقة المخرج والمنتر دي. اقصد مجرب يعني بيحب يجرب كتير. ودي انا بحبها في الشغل اللي معاه. انه عمره ما بيقبل باول درجة. مع نفسه. يعني بيفتحش اول درجة والله هو اه لقيتها. لقيتها دي. لازم يجرب قولها. دي مرة واتنين وثلاثة. قابلك على طول انا. بالزبط فانت عارف. بجرب المشهد بكتبر بايين مرة من عارف. دي من لزبالي شيء ممتع جدا. انا الحمد لله لما حظوظ ان اغلب المخرجين بيشتغل معهم عندهم الدقة ده. فانا ده من حصن حظ. انه ما بيقبلش باول درجة من اي حاجة. لان انا شخص عامل كده. انا بحس دايما انه دايما لا فيه تاني. فيه احسن. اشكرا في اللحظة دايما بيه فيه دادلاين ده. هو ما هتسحب الورقة من تحت ايدك لانه. طبعا. ممكن ايه اشتغل انتلس. انت اي اطول مد اعتها بتمنتج متواصل. مد على مسكيل بروشكت جامل والايام. لا يعني مد على سكيل اه ايام. ايام. ايام يعني انا ادعى الكورسي ما بقومش. كان في فيلم مع اول فيلم اشتغله مع احمد علاء. فيلم اسمه بدل فائد. دخلنا يوم الحد بعد مطش الاهلي والمقاولين تقريبا. اه. اه. اه الاسماعيلي. اوكي. خرجنا بعد مطش الزمالك مقاولين يوم الاربع. فكانوا حاجة. بعد ما خدنا كاس العالم. اه انا فاكر كويس المطش اللي احمد كان بدي احمد 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 تها كورة اوي اوي يحب كورة جدا فكان دايما المطش كزا. فتخلنا حد خرجنا اربعة. كان تلاتة وخمسين ساعة متواصلين. يا نهربين. تلاتة متواصلين. حد بالليل متأخر خرجنا الاربع السبح. وبتقدر تفضل متواصل بتشتغل. ساعتها كنت جاء كنت اقدر كده. كنت اصغر من دلوقتي. بس بنعمل كده احنا في في سوريا في كيلة والجن. في حدنا وانت حضرت معنا دايما الاخيرة في التقفيل. طبعا. احنا دايما بنشتغل تحت احنا كده بنزنق نفسنا. طبعا. لغاية المرحلة دي. تقدر تقول من الافلام اللي احنا عمناها مع بعض على الأقل عشان انا بقى عارف اللي حصل فيها. ايه اصعب فيلم اعد عليك? كل مرة بقول انه ده اصعب فيلم ان عملته بس حقيقي ومش عشان هما اخر اعملتهم اصعب انا عملتهم هما وكيلة والجن. طبعا. ودي حاجة اكتشفت ان ان كل شيء بتفتكر ان انت حددت بالصعب. الطبيعي ان بيه لك بيه لك الاصعب منه. انا نفسي حد يكني في حاجة سهلة. انا نفسي حد يكني في البروجيكت سهلة يا جماعة. اه. 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 انت بتصعب الحاجة على نفسك وانت بتشتغل مع الناس مهمة على كل المجالات. بيتطلبوا مستوى مجبود معين. بيتطلبوا آآ آآ مش عايز السهل. مش عايز السهل. بس ايه اصعب حاجة عملتها في دلوقتي كده في اللحظة دي. هما مو نايت وكيرة والجنة.